الزبادية وطرق تحضيرها تعتبر الزبادية من أنواع الأطعمة الصحية التي تساعد على الهضم في المعدة ويشعرك بالراحة، وهي مصدر طبيعي للبكتيريا النافعة التي توجد في القولون، فهي تزيد من امتصاص الطعام بشكل جيد، فيحصل جسمك على الفيتامينات والمعادن التي في الطعام. ويعالج الإمساك إذا تناولته في وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات كل يوم من المهم أن تتناول زبادية طبيعي بدون أي إضافات غير صحية ومصنوع من حليب كامل الدسم ويفضل حليب المعزي أو الحليب الجموسي. ولا يفضل حليب الأبقار لأنه غير صحي الأفضل حليب المعزي أو الجموسي كامل الدسم ويوجد طريقتين لعمل الزبادية طريقة الأولى نأخذ كيلو من الحليب الطازج كامل الدسم ويغلع على النار جيدا لمدة خمسة دقائق. ثم يترك حتى يبرد قليلا ويصبح دافئ ونأخذ ملعقة كبيرة. من الزبادية الطبيعي المحضر من قبل ويخلط جيدا مع ملعقة كبيرة منه. الحليب وتضاف إلى الحليب المغلي ويخلط جيدا ثم يوضع في أكواب صغيرة ونضع أكواب الحليب في إناء. به ماء دافئ ثم يغطأ ويترك في مكان دافئ مثل فرن. البتجاز بدون تشغيل لمدة خمس ساعات وفي الشتاء. قد يحتاج إلى ماء دافئ مرة أخرى حتى يتماسك ثم يوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ثم يتناول. الطريقة الثانية نأخذ كيلو من حليب المعز أو الجموسي كامل الدسم ويوضع في إناء ويترك لمدة يومان حتى. ويصبح قوامه متماسك ثم يوضع في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات ويتناول سهل التحضير ومذاقه لذيذ ومفيد جدا. يجب استخدام حليب طبيعي طازج كامل الدسم من. عند بائع الحليب وليس مبستر أو عليه أي إضافات أخرى. إذا أعجبكم الفيديو اشترك في القناة وأعمل لأيك.